عزيزي طلبة الطلبات السنوات العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم سبعة صباح الخير على كل طلابنا العزيزي صباح الخير على كل مدرس اللغة الإنجليزية اللي يتبقونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال هيكون في ضيفتنا النهاردة مستر رمضاني التركي واستاذ اللغة الإنجليزية بمعهد الغد المشرك لللغات صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر الرحمن مشرفنا وتشرفنا كالعادة هتقول لي لطلابك النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشر وصلين كل سنوات طابين على الأمة الإسلامية جميعا بمناسبة لعب الهجري الجديد نتمنى إن شاء الله كده لهم يساعدوا معنا كده في حلقة النهاردة مشارح الوحدة التانية إن شاء الله جميل يا مصر الرحيم بفضل حبيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلب طلابات سنوات العامة النهاردة إن شاء الله معنا الوحدة التانية في اللغة الإنجليزية وحدة جميلة ولزيزة وحدة متكررة في امتحانات السنوات العامة دائما نتمنى كده الناس تركز وتنقل معنا وتصور وتكتب كده كل كلمة بتكتب إن شاء الله هنبدأ بجرامر الوحدة التانية معنا النهاردة يونت يونت 2 ويونت 2 الجرامر بتاعها النهاردة عن زمن اسمه دا بريزنت بيرفيكت تنس دا كده اسمه المضارع التام المضارع التام طبعا أولادنا كل زمن له طبعا الفورم بتاعه التكوين بتاعه دا رقم واحد وغير التكوين طبعا الكي ويردس الكلمات الدالة عليه اللي أنا منها بعرف الزمن اللي بختاره وبعدين اليوسج استخدامات كل زمن وشوات ملاحظات كده صغيرة نخلي بنا منها دي تركات اللي امتحانات يبقى احنا هناخد التكوين الفورم هناخد الكي ويردس هناخد اليوسج وهناخد النوتس الصغيرة اللي بتعمل معنا مشاكل في الامتحانات نبدأ الأول بالفورم التكوين كل زمن يا حبايبي كده أنا بكون الزمن من الزمن في الافيرماتف في الإثبات وفي النيجاتف وفي الكوستشن وفي السؤال دي يبقى أنا لازم أعرف شكله في الافيرماتف والنيجاتف والكوستشن طيب الزمن ده بيتكون من هز وهف بلص البست بارتسبه يبقى أنا ما أقول الزمن ده بيتكون من هز وهف والبست بارتسبه إيه الفارق بين هز وهف هز و هف دي بتاع السينجلر اللي هو بتاع هي وشي وإت وعندنا المفرد ودي بتاع الآي والوي والذي واليو يبقى انا كده بنكلم الطالب اللي هو بنسميه طالب اللي على قده والطالب الشاطر يبقى انا هي وشي وقت بتاخد هز والاي والوي والذي واليو بتاخد هف والتصريف التالي ده إزاي من ده؟ أما حيب أعمل مثال مثلا example I have studied my lessons وهنقول مثلا for three hours طبعا كل جملة من دول لها استخدامات وهنقول معناها هدلوقتي I have studied my lessons for three hours أنا بذاكر دروسي لمدة 3 ساعات ولسه ما خلصتش لأن furosense حدث حدثة ولا زالة يحدث حتى هذه اللحظة كويس قوي ناخد مثلا negative تعزمة ده يبقى أدي التكوين التاني أدي negative النفي بتاعه هنفي هذا إزاي؟ قال لما تنفي هذا تبقى hasn't شان ده فعل مساعد وهذا تبقى haven't ومعهم الباست بارتسو ده negative بتاعه طبعا زي مثال عن نفي برضه she hasn't she hasn't arrived yet she hasn't arrived yet إبقى أنا عندي أدي الاثيرماتيب وأدي النيجاتيب طب عايزين نعمله في السؤال عشان يبقى كده تكون كامل أدي السؤال قال لي أنت عندك أدي هاز خلي باك أنا بكتب حرف كابتل وأدي هاف عشان ده بداية سؤال وعندي وراهم السابجيكت الفاعل ومن ننساش الباست بارتسو بل زي ما هو وعلمة الاستفهام طبعا أعمل المثال برضه عليها هاز هي ever كام هاز هي ever كام هاف يو ever كام ولو عندي أداة استفهام في السؤال برضه أنا منزل الكوستشان وير دي كده في الحتة دي السيد رمضان استأذنك في فصل قصير استأذنكم مشاهدينا في فصل قصير وأنا أعود لكم تاني شكرا ارجعنا لكم تاني مع مستر رمضاني التركي الفضل لمستر احنا كنا وصلنا للسؤال احنا قلنا الاسك مي اف السؤالنا عند هازو هاف والسبجيكت الفاعل والباست بارتسو بل لو أنا بعمل سؤال عادي خالص هازي ever كام هازي ever هاف يو افر مثلا بين تواليكزاندريا لو أنا مثلا بأداة استفهام أنا بنزل أداة استفهام كده وبنزل هازو هاف ونفس السبجيكت اللي هو الفاعل بتاعنا و الباست بارتسو بتحص بناخد مثال ادي وات هاف وات هاف يو وات هاف يو دان علي وات هاف يو دان احمد الى اخره یا ما أنا عندي الفورم بتاع الزمن ده في الافيرمة في الاسبات هازو هافو الباست بارتسو بل هازو هافو التصريف التالت والمثال هاف استعدت my lessons for 3 hours النيجتب بتاعه هازنت وهافنت و الباست بارتسو بل شي هازنت ارائف ديت والسؤال بتاعه بقدم هزوهاف في الأول وراهم السابجيكت هزوهاف والسابجيكت والباست برتسبل ولو أداة السفام بنزل أداة السفام وهزوهاف والفاعل والتصريف التالي ده كده الفرد اكتب أو صور ده كده التكوين بتاع الزمن شان هنخشها قاعدة كده على الكواتس وستل الإستخدامات في نفس الوقت تمام ده الجزء الأول في تكوين هذا الزمن لازلنا في المضارع التام تابعنا عندي الكيوردز الكلمات الدلة عليه هنعمل جدول كده هيسهل عليك المضارع شوية وناخد في كل واحدة كده استخدامتها نبدأ بكلمات المضارع التام التي تأتي وسط الجملة أنا عندي جاست وعندي أوريدي وعندي إيفر وعندي نيفر اللي أربعة دول كده مع بعض جاست أوريدي وأنا بذاكر أحفظهم سنائيات جاست أوريدي إيفر نيفر المجموعة الثانية عندي أوريدي معلش عمسو سوري عشان نرتبهم صح عشان أوريدي موجودة في حالتين عندي ليتلي ومعها ريسينتلي وعندي يت وهنزود كمان أوريدي تبقى عندنا أربع كلمات عندي سينس وعندي فور وعندي سوفر اللي بتساوي أب تل ناو أب تل ناو وعندي كلمة أور دي كده الكيواردس اتدال على المضارع التاني يعني أنا لو شفت دي كلمات تدلق على كل زمن تب انت ليه حطيت الاربعة دول مع بعض عشان دول اصلا مكانهم بعد هزو هف وقبل الباست بارتسبل فانا مكتب مسالة على سبيل المسال مسلا نقول بقى في المسال استخدامه هاخد استخدام جرسة مسلا هنقول مسلا علي از انت هير علي مش هنا لان جرسة قريدي حدس حدس وتم حدوثه دلوقتي حدس وحدس وتم حدوثه الان علي مش هنا دلوقتي هو فين he has just gone out ده لسه خارج لسه خارج يبقى انا من استخدامات الزمن انا عندي just already من كلماته المضارع التام تب استخدامهم حدس حدس وتم حدوثه الان تب ادي مسالة علي already i have already done my homework انا لسه عامل الوجه بتاعي حدس تم حدوثه الان يبقى انا عندي كلمات المضارع التام just already بتيجي فين بعد هاذ وهاذ بعد هاذ وهاذ هاذ وهاذ وقبل التصريف التالت مباشرة ادي اول استخدام تب استخدامهم ايه just already حدس حدسه وتم حدوثه يبقى المضارع التامه يشير الى حدس حدسه وتم حدوثه الان مع just already طب ever or never ever or never دي بقى على سبيل المثال اما اقول لواحد مثلا كده have you ever been to alisandria هل ذهبت الى الاسكندرية طب و never i have never eaten shrams طيب انت كده قلت ان ever or never ever بتأتي في السؤال و never بتأتي في نافر طب استخدامهم قال لي يستخدم المضارع التام ليشير الى خبرات وتجارب سابقة مع ever or never يبقى زرست قردي حدس حدسه وتم حدوثه الان طب و never or ever خبرات وتجارب سابقة ever بتيجي في السؤال و never بتيجي فيه في النافر يعني انا ملاحظ I have never eaten shrams انا مكلتش جنباري قبل كده انا مجربتوش خبرة او تجربة ما عملتهاش طب اللي فوق have you ever been to alisandria هوندرا اسكندرية انا بسأله عن خبرة او تجربة سابقة يبقى استخدامات المضارع التام حدس حدسه وتم حدوثه مع تم حدوثه الان مع جرس قردي بيتكلم عن خبرات وتجارب سابقة الخبرات والتجارب السابقة انا بستخدمه مع never و ايه weaver طب never بتيجي فين never تأتي في السؤال weaver بتيجي فين never في النافي weaver فين في السؤال نجي الوريدي وليتلي لتلي ووريدي وريسنتلي مع ان الوريدي موجودة فوق دول بيجوا فين يأتوا اخر الجملة انا ممفاش هستخدم لتلي اللي في اخر الجملة تم بدينا مثال كده she has done here homework مثلا كده lately طب lately بتجي فين قال لي بتجي في الاسبات واحيانا بتجي في النافي وهي شائعة كمان في النافي اكتر من الاسبات يعني انا مكن استخدم lately i haven't done my work lately نفس الكلام تم نجي الريسنتلي she has finished she has finished here ودي كلمة recentry يبقى تأتي في اخر الجملة طب هات لنا بقى مسال على it يبقى انا عندي كمان من الكلمات الدل على المضارع التام عندي lately وريسنتلي وعندي yet وعندي وريدي وبيجي فين في اخر الجملة طب عندي lately تأتي في النافي وتجي في الاسبات وعندي recentry دي جملة المزباتها بس المزباتها فقط ما انفعش تيجي في النافي ولا انفع تيجي في السؤال نجي let she hasn't done here work yet لم تؤدي عملها حق يبقى yet تأتي في اخر الجملة المنفية وبتيجي كمان فين في السؤال لبقى انا عندي كمان yet تأتي في السؤال واخر الجملة المنفية وريدي نفس الكلام i have finished my وليوركو في الاخر نقول لي بقى ادي already نقول تاني كلمات المضارع التامي كورس بتاعته قبل ما نقول اخر استخدامين يبقى انا عندي just already وعندي ever و never اللي اربعة دول بيجي فين قبل الباست بارتيسبل في وسط الجملة طيب just بتيجي فين في الاسبات طب already بتيجي في الاسبات والسؤال طب عندي ever و never ever بتيجي في السؤال و never بتاءتي في النفي وعنديني عضون ملاحصين هنقولهم بعد شوي عندي بعد كده ل Gitly and recently already بيقوا في اخر الجملة عندي لبتيجي في اخر جملة المنفية وحياناً بتيجي في الاسبات اما recentry في اخر الجملة المثبتة لقدت في اخر الجملة المنفية وتأتي في السؤال في اخر الجملة برضو عندي already تأتي في اخر جملة وكمان بتيجي في وسط الجملة قبل التصليف The3 قلنا في الاستخدامات just already دي حدث كان يحدث وتم حدوثه الان وقلنا never over تأتي في التجارب والخبرات السابق عايزة ننبه الطلبة برضو حاجة مع never over خلي بالك never تأتي مع الصفات أما ever تأتي مع التفضيل يبقى أنا عندي في المدارع التام never تستخدم مع الصفات وever تأتي مع التفضيل تبقى دينا مثال أما أقول مثلا I have never seen أو I have never watched a long a long film like that أنا استخدم كلمة ايه long تبهتها مع الانسان مثلا I have never a tall man like أحمد يبقى أنا بتكلم عن ايه عن الصفة تبتعبها استخدم ever في التفضيل بقول ايه ها it's the longest film the longest أنا استخدمت صفات التفضيل من الدرجة الثالثة it's the longest film I have ever seen it's the longest film I have ever seen تبهتها مع العاقل برضو هقول ايه مثلا علي is the tallest boy I have ever met أو I have ever seen يبقى أنا عندي باستخدم never مع الصفات و باستخدم ever مع الايه مع التفضيل ده كده الاستخدامين يبقى أنا عندي ever ونور استخدم في الخبرات والتجارب السابقة just already بتستخدم فيه حدث تم حدوثه الآن نجي لسنس وفور ده كده الجزء التاني يبقى أنا عندي جزء الكواردس just already ever never لات لريسنتي يت قريدي سنس وصفار وصفار ووبر وقابت النهو يمين بص يا ولاد احنا عقلنا فور وسنس التالت استخدم للمضارع التام يستخدم المضارع التام لحدث كان يحدث في الماضي ولا زال مستبرا حتى الآن تبدأ بيجي مع مين مع فور وسنس الناس دايما طلبك السنوية العامة يغلط يقولك امت اختار فور وامت اختار سنس يا لها طريقة لزيزة أوي فور المدد المحددة وسنس بداية المدة يعني منذ متى بدأ الحدث تبا دي صعب برضو على طالب سنوية عامة تبا نقوله احنا بطريقة لزيزة أوي قال انت عندك فور وسنس ايه اللي وراها ويه اللي قدامها فور وسنس اللي قدامهم طبيعي البرزنت بيرفكت يبقى انا كده هتعلم ان انا ملقي هاز وهاف والباس بارتسبل انا هاختار يا فور يا سنس يبقى انا مقول مثلا ادي اي هاف ضن ماي وورك مثلا كده هقول هنا يا سنس ايه يا فور تمام كده يبقى انا عندي سنس وفور قدامهم بيرزنت بافل ايه اللي ورا سنس و ايه اللي ورا فور عشان انا ما تهشي عشان ما عدش اقول بقى بداية المدة مع سنس طب انا مش عارف يعني ايه بداية المدة والمدة الغير محددة مع فور او المحددة هتوه قال لي فور دي ورا حاجة لازي اوي قال لما تلاقي ايه او ان وراها مدة اختار فور طب بدينا مثال ادي فور ا دي فور ان اور طب مثال فور الونج تايم فور اشورت تايم يبقى الايه والان بتاخد فور ما تفعه سنس انا بشوفت مثلا سنس ادي ما ينفعش جميل اوي ايه تاني قال لي البلورال يعني مثلا ييرز هقول فور ييرز فور ويكس فور ديز يبقى انا بجيبها مع الجامع كمان ايه كمان قال لي بجيبها مع العدد اللي وراها مدة اي عدد يعني مثلا ثري ثري ديز ثري ييرز واخر كلمتين كلمة زالاست وكلمة ايجيس دول خمس حاجات باخد معاهم فور يبقى انا امتا بختار فور قال لي بختار فور مع ايه وان اللي وراها مدة زمنية فور داي فور ويك فور اير فور منس فور لونج تايم الى اخره وبختارها مع الجامع فور ييرز فور ويكس فور دايز وبختارها مع فور مع الاعداد اللي وراها مدة على سبيل المثال مثلا فور ثري ييرز فور ثري ويكس فايف ييرز فايف ويكس الى اخره وبختارها مع دالاست فور دالاست ويك وكمان فور ايجيس نيجي لسنس سنس لها طرية لزيزة او انا ممكن اقولها بالضبط ادي مثلا هنقول ادي الايام ساندي يبقى دي واحد ساندي ايه كمان يوم هات الشهر جولاي بداية المدة هات السنة تو ساودان انتن يبقى انا عندي سنس وراه يوم شهر سنة تابو الساعة وان اوك لوك يبقى يوم شهر سنة ساعة تابوزة لست لا هاتبقى لست يبقى انا عندي يوم شهر سنة ساعة لست يستر دي سنس يستر دي ايه كمان اوها تنسى بقى ان سنس وراه البص سيمبل اوها تنسى دي اوي يبقى انا سنس الزمن اللي وراه سنس اي وز سنس اي وينت سنس اي ترافل يبقى سنس وراها يوم شهر سنة ساعة لست يستر دي بصد سيمبل وفيه كلمة كمان اسمها دن هدي حاج كمان ايه اللي وراه سنس كمان بالمرة عشان نخلصهم كلهم قال لي ذا وذيس اللي وراها مثلا وقت سنس سا سامر سنس ديس ويك سنس ديس مورنينج انا عندي كمان قال لي وعندي كمان ضمار الملكية ماي وهز اللي وراها نون تب دينا مثال سنس ماي بيرس سنس ماي ماريج سنس هز بيرس سنس هز ماريج يبقى الطالب اللي مش عايز يحفظ لو انا ما كان انا احفظ فور فور وراها اوان مع المدد الزمنية فور معها الجمع فور معها الاعداد اللي فيها جمع وفيها مع عازة لست وإيجس وما عادة ذلك بقى مين سنس تب لو عايزة اخدها بقى علميا قال لي سنس وراها بداية المدد الزمنية 2000 وكذا بقى اسمها بداية الحدث في الماضي لو عايزة اخدها فهما هي كده عايزة اخدها حفظا اليوم والشهر والسنة والساعة ولست وياستر دي ودن والبسط سيمبل من السجدة تب سنس الوجات بقى كجوينر كأداة ربط قال لي كأداة ربط اما هتيجي في الاول مثلا كده او هتيجي في النص كده طالب الشاطر اما قول جوينر سنس كأداة ربط يبقى معها زمنين معها كم زمن معها زمنين طبيعي ان انا مذاكر ان السنس وراها البسط ايه سيمبل يبقى لو جات في الاول قد البسط سيمبل طب لو جات في النص برضو وراها البسط سيمبل يبقى انا فهمت ايه ان السنس في الاول في اول الجملة وراها بسط سيمبل وسنس في النص الجملة وراها بسط سيمبل حلوة تبقى عندي الكيورد بتاعها زمن الدل عليها اللي هو البرزمت ايه بيرفكت يبقى البسط سيمبل هنا كده وراها جميل قوي ولو جدت في النص هيبقى قدامها البرزنت ده كده بالنسبة لسنس يبقى أنا عندي سنس وراها إيه ها قدامها وديفور أنا عايز سابتك كده تصور أو تكتب معاه لأن الحاجات دي سابتة ما بتتغيرش وإنت كده لما بتكتب أو بتصور معنا الحلقة إنت كده بتذكر الجرامرة بطريقة بسيطة وسهلة جدا ده الجزء الثاني في الشرح طيب من استخدامات المدارع وأنها برضو سنس وفور حدث كان يحدث ويبقى وما زالة يحدث مع سنس وإه وفور ده تلس استخدام للمدارع التام زمين الملاحظات بتاع الامتحانات اللي احنا بقولون للطالب خلي بالك منها دعنا أنا كده خدت الفورم بتاع الزمن هذه خدت الفورم ق murmناه خدناه في النجاتيف وخدناه في السؤال وخدناه في القفير unsafe وخلنا الزمن واستخداماته والكيوارس بتاعته بأنه التريكات البسيطة طيب أول حاجة بتحصل مع الطالب إتس دي جملة اللي اتكررت في آخر امتحانات سنوية عام إتس ما بلاش إتس ممكن تبقى إت هاز بن يبقى أنا عندي إتس أو إتهاز بن خلي بقىك من دي قوي قال لي هيبقى وراها طبيعي جداً لو أنا شفت إتس دي في المتحان أو إتهاز بن أنا هاختار مين سنس تمام؟ المثال هو إتس ثري ييرز مدة زمانية بتاعتنا يبقى أنا عندي هنا المدة الزمانية وراها إجبالي هنا مين؟ سنس أي إتس ثري ييرز هنزل هنا سنس لو هتنسى بقى أن هنا فيه إيه؟ باست سيمبل سيمبل بدينا بقى أكمل المثال إتس ثري سنس آي سو هير طيب عملها بشكل سنس آي لست سو هير يبقى أنا عندي إتس أمي إيجي وراها مدة زمانية أو اتهز بن مع المدة الزمانية أنا بيضطر أختار سنس وراها الباست سيمبل دي جات في امتحان 2016 و2018 إتس مع المدة مع السنس مع الباست سيمبل أدي واحدة منهم طيب ما أنا عندي دي تمام خندا من شوية إتس زا فيرس تايم وممكن مثلا إتس دا باست فيلم اللي هي صغة لإيه التفضيل الناس اللي أعنا منكزها معنا إحنا قلنا نيفر وإيفر بتصادم إبدا في التجارب والخبرات السابقة مع إيه بقى مع إيه مع إيه إحنا قلنا واحدة بتيجي مع الصفات والأخرى تأتي مع التفضيل طيب أنت هنا داخل في التفضيل زا فيرست ودا باست وزا لونجست ودا طولست ودا هايست طيب أنت جاء داخل في التفضيل اللي أنت بتيجي في التفضيل كده بقى أنا أستخدم مين يا أولاد إحنا قلنا مين اللي بيستخدم في التفضيل إيفر إيفر يبقى أنا مضطرة أقولي I have ever watched يبقى أنا استخدمت هنا مين إيفر إيفر يبقى أنا أما أقول it's the first time I have ever watched this film لو أنا الجملة اللي فوق ولعه الجملة اللي تحت it's the best film I have ever watched لو حبيت أعملها بنيفر هقول إيه أيوة أنا سامح حد يقوله I have never never watched أيوة كامل بقى زيحنا الصفة أجد film like that يبقى أنا استخدمت مين أجد مع مين مع never واستخدمت ever مع مين مع الصفات التفضيل يبقى أنا عندي من الملاحظات it's مدة زمنية سنسة ماضي و it's مع التفضيل باستخدم ever ومع الصفات باستخدم مين never دي من الملاحظات بتعملت حنات السنوية العامة جميل ها تمام اكتب صور ده كده الجزء اللي احنا عايزين ناخده في الملاحظات المهمة آخر استخدامنا المضارعة التام وده احنا سايبينه وده مقارنا بينه من الباست سيمبل تمام احنا قلنا المضارعة التام حدث حدثة في الماضي ويبقى ولسه ليه قصر والقصر ده قريب قوي قريب قوي اما اقول لواحد مثلا I can't talk talk علي انا مش عارف اتكلم مع علي الحدث ده ما له الحدث ده ده لسه قصره قريب قوي فهيستخدم بيكوز مثلا كنا دي قدات ربط وخلي بقى من دي قوي خلي بقى من دي قوي كمان عشان في قاعدة بتقوله ان المضارعة التام بيأتي مع روابط الزمن بيجي مع افتر واسون قازو الاخر المضارعة التام بيأتي مع روابط الزمن بس امتى لو الزمن التالي ده ايه future خلي بقى من دي قوي اهي I can't talk to علي انا مش عارف اتكلم مع علي because he has gone out يبقى انا هخلي بالي من الطلبة اللي هتختار في جملة زي دي he had gone out ليه ابني he had gone out اقول لك عشان فيه اضاة ربط فيه because اقول له طب هنا فيه can't زي هنا فيه can't واختار had فانا هخلي بالي من دي future اه future من في ودي اضاة ربط مفيش مشكلة ان هنا بختار المدارع الايه التام وده معناها انه ايه حدث حدثة في الماضي ولو اثر لسه قريب انا مش عارف اتكلم عن ليه لانه كان مشي كان ايه مشي تبدينا جملة مساء على after ايه I will leave after my father has come ايه بقى الجملة دي قال انت عندك اضاة ربطة ايه ازاة من the future يبقى الزمن التاني present simple present perfect يبقى انا هقول للطالب لو سمحت المدارع التان برضو بيجي مع الرابط بس بشرط ان الزمن التاني بايه future يبقى انا عندي برضو ملحوظة تانية يبقى مموحظاتنا احنا خدنا اول ملحوظة never بتستخدم مع الصفات never بتستخدم مع التفضيل واخدنا its مع المدة الزمنية مع sense مع البست simple الملحوظة التانية لو عندي حدث حدث وتأثيره لسه قريب جدا باستخدم المدارع التام مع الفوتشر وباستخدم معها الرابط الزمن after and as and if وكل الرابط الزمن باستخدمها مع الفوتشر مع المدارع التام دي ملحوظة تانية يبقى الملحوظة الأخيرة في ملحوظات المدارع التام الفرق بين has وhave gone to وhas او have been to وعندنا اخر حاجة نعمل اختصارات هاز وهاف وامتى انا عرف انها مدارعة تام وامتى تبقى مدارعة بسيط هاز وهاف gone to وهاز وهاف been to والله انا كنت بقوله للطلبة بالطريقة حلو قوي كنت بقول لي يا ابني لاحظ ادي جان ودي بين دي فيها ايه واحدة دي فيها اتنين اقول لي طب ايه الفرق يعني اقول له انت بتذاكر حتى من تقول فيها اتنين ايه واحدة راحت واحدة جات واحدة راحت واحدة رجعت يبقى دي كده ايه ها زهبه وعاد يبقى دي come ايه come back he went and come back طب دي فيها ايه واحدة راح ومس مجاش يبقى دي went and still there لسه قاعد هناك لسه مجاش او في الطريق الهناك طب بطريقة تانية بطريقة حلوة تانية شوية طب يعني يا ابن جند جه يعني يا اذهب اه جه يعني يا اذهب طب الماضي went ذهب انا مولش lenو لسه جه طب بين be بين يعني 그래 بي يعني ايه بي يكون طب الماضي كان بابا كان فين يا ابني كان في النادي طب معنا انه كان في النادي وانو راح وايه ورجع يعني انت مجرر خدها التطرقتين يمantine طرقت الاتنين ايه راح ورجع واحدة راحت واحدة جات وهنا الايه لواحدة راح ولسه مجاش او في الطريق الى هناك يبقى انا عندي هاز وهاف جانتو هي وينت ان هي اس تيل دير طب وهاز بين وهاف بين هي وينت اند كامباك ده بالنسبة لهاز وهاف بينتو برضو من الملاحظات المهمة التركة الرابعة في الامتحانات اختصار هاز واعتنسى ناقس واختصار هاف اللي هي اف هاف في اي طب انا هعرفهم امتى قال لي دول عشان اما مضارع التالي لازم ارامل بسط ايه بارتسبل يبقى انا انا اقول مثلا هي ابسطل في اس دي معنى ايه ده مضارع تالي هي هاز جانتو الاجزاند هاز جانتو الاجزاند دي معنى هي از تيل دير لابهات التانية اي اي هاف انتو لندن انا رحت لندن ورجعت اي انا ناون كاين ده كده خلاصة المضارع التالي يبقى ملاحظاتنا المهمة هازو هاف جانتو وهازو هاب بنتو وطبعا افطر والروابط بكوز ده كده ملخص رائع قوي المضارع التالي نتمنى ان يكون اساعدكم ان شاء الله لو فيه ادجمي ادجمي ا powin eine العملو شه strijane ادجمي ايه لأولي إنه لوقت قبل بعد لوقت لوقت قبل مديني لقد 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 طبعا الطالب سيادته أول ما بيشوف سنس هو حطت لزهنه طب الناس اللي نذاكره كويس احنا قلنا في شوية التريكات الأخيرة عندي منهم دي اتس وأنا قلتلك اتس مع المدة الزمنية وراها سنس هنختار ايه هنا يا أولاد انا سامح حد يقول لي هافينتو هافينتو يا قاعد راح ورجع هافينتو راح مارجعش طب انت من تحافظ القاعدة كويس اتس مدة زمنية يبقى الزمن ده ايه ايوه باست سمي باست سمي مصطرح ما بزاك المعنى هنا نركز معنى ايه ايه مثال تاني تانيه باسته هل هنختار recently ولا lately ولا already ولا never مسلا جملة زيدي كده she hasn't finished here هل هنختار recently ولا lately ولا already ولا ever أو never الطلب المركز برضو di kawaii hasntu have into the past participle the key words تم دي key words مضارع تام ودي كمان مضارع تام ودي كمان مضارع تام ودي كمان مضارع تام طب never لا تأتي آخر الجملة طب أنا عندي recentary بتأتي في آخر الجملة ولتلي بتأتي في آخر الجملة و Wready بتأتي في آخر الجملة طب Wready ما بتجيش في النفي أبدا بتيجي في السؤال والإذبات يبقى ديو استبعدت زيبا أنا عندي لوقت recentary ولتلي الطالب اللي مركز معانا كويس جدا احنا قلنا يا ولاد ريسنتري لا تأتي الا في الاسبات تاب وليتلي تأتي في النفي وكمان في الاسبات يبقى انا قده مش غير مين ليتلي هاتي جملة تاني جميل انا ازر اكزامبل هل هنا hadn't arrived haven't arrived hasn't arrived had arrived طبعا الناس اللي مذكرى قاعدة بيكوز طبعا اساسي بتجي مع الباست انا معاك او لو ده باست سيمبل لو ده باست سيمبل ايه باست ايه باست فانا احنا قلنا كانت الفيوتشر مع عدوات الربط كلها الزمن التاني يا بريزنت سيمبل يا بريزنت ايه باست يا بريزنت سيمبل يا بريزنت باست فانا هنا هستبعد هادنت دي بتاع الباست مش هتنفي عشان كانت هو هستبعد كمان هاد يبقى انا عندي الوقت فانا عندي فابناخد مين جمعي با تمام انا ذا بنوبل ركز معا في المسال ده شه هازنت ها نغتر سينس ولا أجو ولا أفور ولا أت خلي بك برضو من الأمثلة دي كواس جدا أنا عندي شي هازن تفاسته الكنتري أنا أول ما شفت هازن تفاست إبقى أنا كده بركز فيه في المضارع التام إبقى أنا هستبعد مين أجو وهستبعد أت عندي هفور يا إيه يا سنس خلي بك بقى من فوره سنس أوي إحنا قلنا سنس ورايا قلنا فور ورا فور إيه وقان والبريود والمدة الزمنية قلنا فور وراها البلورال الجمع زي كلمة years وقلنا فور وراها الأرقام والأعداد والأسماء الجمع time for three years for three weeks وعندي فور وراها the last وفور وراها ages هبدا أستبعدهم فور زا last أيوا سنس last تمام بيها نختار مين سنس سنس لو أنا حطيت هنا كده ده يبقى نختار هنا مين بقى فور فور هذه واحدة تاني ده بالنسبة لسنس وإيه وفور جميل يا رتب think إحنا عايزين ناخد جملة كده تخدم على الزمن ده جملة ترجمة جملة ترجمة كويasing تخدم على زمن المدارعة التام تمام بص يا أولاد إحنا أنه المدارعة التام إحنا كنا نسينا الفرق بينه بين الباست سيمبل دي مهم أوي الفرق بين المدارعة التام والباست سيمبل خلي بقىtemps من دي أوي أرجوك وإحفاظها كويس أوي عندما يتحدد وقت حدوس الحدث في الباست بابباست سيمبل وعندما لم يتحدد فأصبح تبردت إيه؟ بيرفكت على سبيل المسال أما نقول مثلاً كده لقد فاز الفريق المصري بكأس أفريقيا خمس مرات هي المفروض سبعة صح كده؟ عشان بس إداء لقد فاز الفريق القوم المصري أو لقد فاز الفريق المصري بكأس أفريقيا سبعة مرات ونفس الجملة دي لقد فاز الفريق المصري بكأس أفريقيا مثلاً عام 2008 كده أحدد الزمن أو 2006 هنا الزمن تحدد بقت حدوثه إيه بدا بس سمبل إيه الفريق من المدرع التام الفريق من البرزن تيرفكت والبس سمبل إذا تحدد وقت حدوث الزمن بدا بس سمبل أو إذا لم يتحدد مدرع تام هننتي مثال بقى رصيد فوق أو خلق أو تحت أهو أما قول مثلاً كده هي هاز جن أو هاز بين مثلاً عشان تبقى راح وليه جاو هاي هاز بين تو لندن فور تايمز هو أنا محددش وقت الزهاب يبقى أنا هو راح لندن أربع مرات بس إمتى معرفش محددش اللي أربع مرات ليس له محدد لو أنا حددت بقى هقول مثلاً كده هي وز إن لندن لا سير يبقى أنا عندي البس سمبل زمن يتحدد والبرزن تبرفكت زمن لم يتحدد إيه وقت حدوث تعباً نترجم الجملتين دول لقد فاز الفريق القوم المصري الطالب الشاطر إحنا بنبدأ بالسبجيكت فريق قوم المصري أو الفريق المصري يعني الفريق المصري ده مضاف ومضاف إليه هقلب الجملة يبقى ده هلت ده جبشين تيم الناس شاطرة في الترجمة أنا ما بيعندي مضاف ومضاف إليه بقلب الجملة يعني ما حددوا لي مثلاً سياسة تنظيم الأسرة هبدأ بالأسرة ثم تنظيم ثم سياسة يبقى family planning policy يبقى أنا بقلب الجملة المضاف والمضاف إليه أصبع ده جبشين تيم طبلقات فازة طب أنت هنا بس دون تحديد وقته يبقى يضع مضارعة تيم يبقى دهاز فازة one the African cup seven times سبع مرات يبقى أنا عملت إيه حددت الفاعل ثم الفاعل ثم المفاول أما أنزل بقى لللي تحت هقول نفس الجملة إذا أجيب شيان تيم كده هو هشيل هذا تبقى إيه one كامل بقى the African cup وبعدين بقى in 19 سبع 2000 and يبقى أنا حددت وقت حدوث لإيه الحادث ده مهم قوي إن نعرف عندما يتحدد الزمن يبقى أنا بكلم في الباست سيمبل وعندما لم يتحدد الزمن يبقى ده كده بكلم في present perfect جميل فضل وسلم أتمنى أن إحنا كن أسعدنا في رسائل سريعة كده بقى للطلوبة بتاعتك لو أي ملحوظات بالنسبة للنظام الجديد لو لو أي علاقة بالأسئلة أو طريق العرض طبعا السنة دي إن شاء الله يا ولاد بالنسبة للمتحانات الجديد إن شاء الله طبعا هم لغوا طبعا الديلوج ولغوا ويقول قصة ما نعرفش هلها تبقى ريدنج ولا هل تبقى مقرار أعتقد أنه تبقى ريدنج لسا فيها كلام يعني أه بس أعتقد أنه تبقى ريدنج زي تانية بيطبق نظام تانية سنة وهيبقى طبعا أيه المواصفات اللي هي المواصفات اللي هي موجودة بالترتيب اللي تشوز 30 جملة الكمبتنشن المقال وبعدين الاسي المقال وبعدين أخذ حاجة الترنزليش طبعا دي كده دي الايتمز بتاع المتحان طبعا طبعا لازم الطالب بحفظ كلمات كويسة جدا لأنه طبعا ريدنج باسج محتاجة الطالب عنده حصيل الكلمات كبيرة جدا على أساسها ما يجي القطعة يعرف يتعامل معها كويس وخاصة أنه عليها درجة كبيرة جدا جميل على عشر درجات تحدث بيها الاختياري برضو نص الاختياري بعتمد على الكلمات فمحتاج الطالب برضو بقى مركز قوي قوي ودرجوا أنه الطالب تركز والبرنامج النهاردة مستر أحمد نحن السنة اللي فاتت أعتقد عملنا أكتر من المراجعة وحلنا امتحانات كتيرة جدا جدا الطالب اللي تابع معنا البرنامج وطبع المراجعات أعتقد يعني ما فلتش منه حاجة من الانتحان لا ما شاء الله عملنا كم من المراجعات كبيرة السنة اللي فاتت والتيم وورك كان ما شاء الله حاجة جميلة كان سنة كويسة وكان بصراحة الطالب اللي تابع ما تعبش مزموط وحل كتير مزموط فالسنة دي ان شاء الله برضو نتمنى ان انتوا تتابعوا البرنامج باستر رحمد يعني مشكورا والبرنامج بيوفر كوكبة من المدرسين اللامعين كلهم افضل من بعض وكلهم زي بعض في المستوى ويمكن احسن بعض كلهم فأتمنى ان انتوا يعني تتابعوا ربنا يوفقوا كلها ان شاء الله شرفتنا يا مستر رمضان وحضرك من الشخصيات المدرسين اللي أنا بستمتع بالحلقة معهم جدا أحسنت فعلا في الشرح يعني وان شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله شكرا